السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله وإن إليه رجعون منتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ أحمد الشامي مع إخوته وابنه أثر انفجار مخلفات حربية أثناء صفرهم في الرميلة قضاء الزبير في البصرة هنعرف مع بعض كل التفاصيل بس فضلا لو أنت لست جديد يريد تشترك في القناة فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد هنصلى على الحبيب الله ومصلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله انفجار مخلفات حربية في منطقة الرميلة الشمالية منطقة سيدي طرف في محافظة البصرة وقدى الانفجار إلى وفاة الشيخ أحمد الشامي وإخوته الخمسة وابنه كون المنطقة ترتدها مجاميع شبابية وصفرات عائلية وكذلك أصيب شخصين في جبل سنيم أثر انفجار مخلف حربي عليها ودعت قوات الشرطة ومحافظة البصرة كافة المواطنين بالابتعاد على المحرمات النفطية ومناطق المخلفات الحربية حفاظا على سلامتهم يا رب سلم ربنا يسترها وربنا يرحم الوفيات اللهم أمين اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وارزقوا من الفردوس الأعلى ده كان الخبر بتاعي لو وصلتوا معي لحد هنا لايكوا شير فعلوا زر الجرس عشان يصلوا لكم الجديد أتركوا في رعاية الله وامانو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة